السلام عليكم و مرحبا بكم في الفصوى جديدة من قناة ماريا كويزين اليوم ان شاء الله راح نديرو بيتزا كوفاق بعجينة جيب الزفخ في فا وبحشو بزفخ في فتاني ونضيغيرا كوتاكلو في فليبانيني ولا يعني بزف بلين هاداك الحشو نبدأو بسم الله اول حاجة راح نبدأو بالعجينة نسحق فيها كاس حليبدافي سعة الكاس 240 حتى 250 مليلتر نضيف مغرف كبيرة خمينة الخبز مغرف كبيرة سكر عادي نخلطها مليح يعني هادا العجينة كنت درت لكم بيها لي سوفلي تعجبني بزاف المعجانات تجيب بزاف خفيفة واقتصادية نضيف عليهم اربع كاس تاع الزيت يعني نفس الكاس و نزيد ندخل الزيت مليح في الخالي التاعي ونضيف مغرف صغيرة ملح تكون معمرة مليح حكا باش مجيكم شمسوسة العجينة ونضيف باياد حبا بيض والسافر نحتفظو به باش ندهنو الوجه تاع الكوكا تاوعنا هاداوش فيها العجينة يعني بسيطة سهلة ونبدأ نضيف الفارينة نضيف الكاس الاول تاع الفارينة ونضيف عليه مغرف صغيرة خميرة الحلويات وندخله مليح في الخالي التاعي ونضيف الكاس الثاني ونضيف الكاس الثالث كمية اللي اخدتها لهاد العجينة هي 3 كيسان ويعني زد ضفت رشة من الفارينة وانتو ما على حسب النوعية تاع الفارينة شوفو كيكملتها 3 كيسان بدتلي شوية تريازت رشيتها غير بشوية تاع الفارينة ونزيد نعجنها شوية وهذا هو القاوام بتاحها الجيطرية ومام توم ما تلسقش في اليد راح نغطيها ونخليها تخمر بلاح نمرو نحضروا كريمة الجبن اللي احنا نحشو بيها هاد لي كوكا جي مشاء الله هاد الكريمة عندي كاس حلب دافي ولا يعني عادي مامي دا ما كاش دافي عادي ونضيف عليه مغرب صغيرة ميزينة شوفو متعمرو هاش مليح ومغرب صغيرة فارينة وثاني مغرب صغيرة هديك متكونش معمرها مليح نضيف عليهم نص فص تاعتوم يعني هادك الفص تاعتوم ما راحش نديروه كامل راح ندير نص تاعتوم ولي ما تحبش الماداق تاعتوم ولي ما تحبش كامل ريحة تاعتوم تستغنى عليه تماما فسكو علاش البنة تاعتوم راح تجي بارزة في هاد كريمة الجبل نضيف عليهم كمية معتبرة من الفرماج نضيف عليهم كامل ثلاثة ربعة خمسة ستة كي ما حبيتي ومغرب صغيرة مارغارين ورشة تاعة الفلفل لك حل يعني نضيفهم بارد في بارد ورح نخلطهم بهاد الشكل وملاحظة الفرماج خير ونوعية مليحة فا شوفونا هاد الفرماج يعني شغل جاي بس مش شطري كي راح نتعقد الي الكريمة تاعتمي يقعد مشكل يعني ما راح ش يدوب هكا نضيها على النار ونبقى نحرك فيها حتى تعقد لي ويعني كي ما قلت لكم الفرماج تاعتكم الأحسن يكون نوعية جيدة وهدي هى الكريمة تاعتمي يعني مكاش أسهل منها نضيف عليها قرصة تاعة الملح يعني كمية تكون تاعة الملح انه ميكسر و تجمعه الانه في الفرماج هذا الفرماج لم تحصي كامل و هذا الفرماج هذا الفرماج و هذا الفرماج مي في البنة لا تشعرون كامل ايضا ميكسر 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 انا اللحنة يعني حسيتها ما زالها شوية مسوسة ضفت لها غين شوية على الملح وشوفوا كيف شوية القاوة متاحة يعني هقدارها هي هيلة واللي يدوب لها هاداك الفرماج تقدر تستغنى كامل على هاد الخضوات على البغاميكسر واللي تحبي يعني بشجيها ليس ملح تضيفها يعني لكم الاختيار راح ندرها هنا ونخليها تبرد تماما يعني كل ما تبرد كل ما حزيت تتماسك نمرو للحشو التعنا عندي حبة بصل متوسطة على الحجم قطعتها هكذا كاريات عندي حبة فلفل يعني حار ومن الاحسن ليكون عندها طرشي يعني فلفل حلو تضيف عندي كمية صغيرة بزيف تعل الفيوند عشي وتقدروا تبدله بالبولي عشي ونضيف عليهم شوية تعل ملح شوية فلفل لكحل ونديرهم يتقلوا ملح حتي طيب لي هاداك الفيوند عشي نعاود نولي العجينة تاعي نكسلها الخميرة بهذا الطريقة يعني خليتها خميرة ملح ورح نقسمها على تنين ورح نكسلها بالحلال يعني نحللها ومن الاحسن نديرها رقيقة هكا معالي زيت ورح نقسمها بالحلال عندي سنيوة للقياس تاحها 35 على 25 ذهنتها بشوية تعزيت ورشيت عليها شوية تعالفارينة وراح ندير العجينة تاعي هكذا نكسلها ملح في السنيوة هكا ونمشيها ملح في هاد المرحلة تقدر العجينة تاعكم يعني متبقاش تمشيكم هكذا تعاود تولي وش راح تديرو خلوها حوالي خمس دقايق عاودوا ولوليها راح تمشيكم بكل سهولة نجيب كريمة الجبن شوفو كفش ولا القاوة متاحة وراح نحطها يعني على العجينة تاعي نفرشها كامل بهذا الشكل وهاد الحشو نتمنى منكم تجربوه راح يعجبكم بزاف جي خفيفة جي بزاف بنينة هديك كريمة الجبن نتمدلها مادا قاوة وعلي كوكاتا وعنا ولا البيتزا كوفا بيونداشي تعيره وطاب يعني قليته ومليح وراح نديرو بهذا الشكل وتاني راح نرابع عليها شوية في خمج وهاد الخطوة ماشي ضرورية اذا عدتكم ديروها اذا ما عدتكمش تقدروا تستغنو عليها وراح نزيد نحل القسم الثاني وراح نديرو من فوق بها الطريقة وراح نضغط في الاطراف مليح يعني نغلقها مليح ونجيب موس يعني راح نحدد فقط نحدد بهذا الشكل وراح نضغط حتى التحت ما راحش نقطحها نحدد برك الحبات دياولي وراح نكمل نخدمها بسبعتية كي ما راحكو تشوفو بهذا الطريقة هكا باش ما يخرج الناش الحشو كي تكون طيب نضغط مليح عندي صافار حبابي ضفت لها شوية تاع الحليب يعني الصاف الحبابي اللي كنت لبايتها حخدمت بيها وندهن لوجته لكوكا توعي ونضيرها طيب على درجة حرارة 200 درجة ونكون شعلت الفوق تاعي مقبل يسخن كي نشوفوها حمارة لي مليح من الاطراف لازم تحمر لكم مليح من الاطراف باش ما تلقاه بيضا من تحت نشعلها من الفوق زيت تحمر لي وراح نعاود نولي لكم وهذه هي لي كوكا توعي بعد ما طعبوا شوفو يعني هذيك العجينة جيخ فيه هذيك الحشو الداخل يجيب بزاف بنين نتمنى منكم تجربوه وسهل تمتم تخدموه سختولي ميحبش هذوك ميحب سوستومات وهذا يعجبوا بزاف جي فيه قتلكم بنت لابنيني وحد البنة هكذا فيه وهذا هو الشكل ديالها شوفو شوفو هذي كريمة الجوبكين باش تجي والعجينة راهي بالزفخ فيفا راهي الدفل فم راح نزيد نحلكم حبة وحد وخرها باش شوفو كيفاش جات مليح يعني ما شاء الله وفي الآخر إذا عجبتكم الوصفة معليكم غير ديروا الهجام كومونتاك تبرتجيوا الفيديو مع صحابكم وحببكم اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد سلام